السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الرابع لابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح درس الكتابة السردية كتابة تقرير الرحلة من منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع لابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلي جرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب كتابة تقرير الرحلة تقرير الرحلة هو معلومات وتفاصيل عن رحلة قمت بها إلى مكان ما يبقى تقرير الرحلة هو معلومات وتفاصيل عن رحلة قمت بها إلى مكان ما طب أي خطوات كتابة التقرير أول حاجة بيقول لك حدد المكان الذي ذهبت إليه وتريد أن تكتب عنه التقرير يبقى أول حاجة بنحدد المكان اللي ذهبنا إليه ونريد أن نكتب عنه التقرير ثاني حاجة اكتب التقرير مراعي العناصر التي فيه الشكل التالي يبقى ده عناصر تقرير عناصر إيه التقرير أول حاجة عندنا عناصر التقرير أول حاجة الزمان نحدد ساعة التحرك وساعة العودة يبقى في الزمان نحدد ساعة التحرك تحركنا الساعة كام وساعة العودة عودنا إلى المنزل الساعة كام ثاني حاجة نحدد المكان نحدد المكان اللي احنا زرناه ونحدد وسيلة المواصلات اللي استخدمناها ثالث حاجة وسيلة المواصلات بعد كده عندنا نكتب تفاصيل وحقائق ما تم مشاهدته وما قمت به إذا تكتب في التفاصيل والحقائق ما تم مشاهدته شفت إيه في الرحلة وإيه اللي قمت بيه وإيه اللي قمت بيه ما قمت بهم وبعد كده عنديك الرأي فيه رأي إيجابي ورأي سلبي بالرأي فيه رأي إيجابي ورأي سلبي وبعدك تكتب إيه الاقتراحات تكتب الإكتراحات عن الرحلة هنا يقول الثالثا لا تنسى عاد الكلمات يكون مناسب والأسليب والتعبيرات الملأمة والخط يكون جميل والإملاء صحيح وعلامات الترقيم يبقى نراعي في كتابة التقرير تقرير الرحلة عاد الكلمات المناسب والأسليب والتعبيرات الملأمة والخط يكون جميل والإملاء صحيح وعلامات الترقيم نموز تطبيقي هذا تقرير الرحلة يقولك جاء اليوم الذي كنت أنتظره استيقظت باكرا جدا وأنا أشعر بسعادة غامرة تناولت الإفطار مع أسرتي ثم أخذنا حقائبنا وركبنا سيارة أبي وانطلقنا الساعة السابعة وبعد حوالي أربع ساعات وصلنا إلى الإسكندرية وبدأنا نتجول فيها دخلنا أحد الشواطئ وسبحنا في المياه ثم جلسنا على الرمال لتناول الغزاء بعد ذلك ذهبنا إلى مكتبة الإسكندرية وزرنا قلعة قيتباي مر الوقت سريعا وأصبحت الساعة السادسة فركبنا السيارة عائدين إلى القاهرة ووصلنا إلى المنزل الساعة العاشرة مساء ما أعجبني في هذه الرحلة منظر البحر الرائع ونظافة شوارع المدينة ولكن يوما واحدا لم يكن كافيا لزيارة كل الأماكن الجميلة هناك وأقترح أن تكون مدة الرحلة في المرة القادمة أطول من ذلك حتى نستطيع زيارة الأماكن كلها بعد قراءة النموذج السابق هنا يقول لك ألف هذا التقرير عن رحلة إلى إيه الإسكندرية الأقصر أسوان مرسى مقروح يبهنا الرحلة التقرير بتاعنا ده عن رحلة إلى الإسكندرية فنختار هنا الإسكندرية رقم به ساعة التحرك كانت الساعة كام هنا في الإجابة يقول لك الساعة السابعة صباحا وساعة العودة كانت الساعة العاشرة مساءا رقم جيم وصلت المواصلات هي السيارة بواسلت المواصلات كانت السيارة طب شاهدت في الرحلة هنا يقول لك من القطع شاهدت في الرحلة البحر وشواطئه مكتبت الإسكندرية قلعة قيتباي شوارع المدينة في رقم ه قمت في الرحلة بي يبقى اللي قام بي في الرحلة قال لك التجول في الإسكندرية دخول الشاطئ زيارة مكتب الإسكندرية وقلعة قيتباي طب هنا في رقم واو ما أعجب الكاتب في الرحلة يبقى هنا من الفقرة من التقرير السابق ما أعجبه في هذه الرحلة منظر البحر الرائع ونظافة الشوارع المدينة ونظافة شوارع المدينة بنكتب منظر البحر الرائع ونظافة شوارع المدينة طب هنا أقول لك رقم زي أذكر الأمر الذي لم يعجبه الكاتب في الرحلة الأمر الذي لم يعجبه أن المسافة حتى الإسكندرية كانت طويلة أن المسافة حتى الإسكندرية طويلة طب هنا رقم ما الاقتراح ما الاقتراح الذي قدمه الكاتب يبقى من التقرير الاقتراح أن تكون هناك أن تكون مدة الرحلة في المرة القادمة أطول من ذلك أن تكون مدة الرحلة في المرة القادمة أطول من ذلك حتى نستطيع زيارة الأماكن كلها أنشطة وتدريبات على الكتاب السردية نشاط واحد اقرأ التقرير التالي ثم أكمل الشكل بعده نقرأ مع بعض التقرير استيقظت في الصباح على صوت أبي وأنا فرح جدا فقد جاءت اللحظة التي أنتظرها قرشت مع أسرتي من المنزل وتحرقنا بسيارتنا الساعة الثامنة وبعد ساعة وصلنا إلى الملاهي وأخذنا نتنقل فيها ركبنا العديد من الألعاب كسيارة السباق ومركب الشلال وشاهدنا القطار السريع وهو يدور وفي الساعة الثالثة تناولنا الغازاء ثم أكملنا جولتنا مضى هذا الوقت الجميل سريعا جدا وصارت الساعة الخامسة فركبنا السيارة عائدين ووصلنا إلى منزلنا الساعة السادسة مساء مما أعجبني في هذه الرحلة كسرة الألعاب الجميلة ومساحة المكان الكبيرة التي لا تجعلك تشعر بالضيق بثاب الزحام ولكن كان هناك الكثير من الأطفال الذين يريدون تجربة بعض الألعاب الخطيرة غير المناسبة لسنهم لذا أقترح وضع لافتة إلى جوار كل لعبة تعرفنا السن المناسبة لها هذه هنا عندنا عناصر التقرير أول حاجة هنا الزمان ساعة التحرك الساعة السامنة نكتب هنا الساعة السامنة صباحا طب هنا العودة ساعة العودة الساعة السادسة مساء نكتب هنا الساعة السادسة مساء طب هنا المكان مكان الرحلة كان في الملاهي نكتب الملاهي وسيرة المواصلات السيارة طب هنا أقول لك رقم 4 التفاصيل والحقائق ما شاهدتم في الرحلة القطار السريع وهو يدور القطار السريع وهو يدور طيب هنا أقول لك ما قمت به هنا في تقريب بتاع الرحلة ركبنا العديد من الألعاب كصيارة الصباق ومركب الشلال ومركب الشلال وتناولنا الغزاء ثم أكملنا جولتنا هذا اللي قام به في الرحلة بالنسبة للرأي هنا في إجابة رأي سلبي الرأي الإجابي قصرة الألعاب الجميلة ومساحة المكان الكبيرة بالرأي الإجابي قصرة الألعاب الجميلة ومساحة المكان الكبيرة أما الرأي السلبي كان هناك الكثير من الأطفال الذين يريدون كان هناك الكثير من الأطفال الذين يريدون تجربة بعض الألعاب الخطرة غير المناسبة لسنهم طيب هنا يقول لك اقتراحات رقم 6 اقتراحات فنقول الاقتراح وضع لافتة إلى جوار كل اللعبة تعرفنا السن المناسب لها بوضع لافتة إلى جوار كل اللعبة لتعرفنا السن المناسب لها في نشاط 2 اقرأ التحليل التالي ثم اكتب تقريرا فهنا عندنا الزمان الساعة التاسعة صباحا الرجوع في الساعة السادسة ضع بالمكان معرض القاهرة للكتاب بعد كده التفاصيل تجمع الزملاء وركوب الحافلة التنقل بين الكتب المناسبة لأعمرنا الجلوس لتناول الغداء الاستماع إلى المعلم وهو يتحدث عن أهمية القراءة بعد كده عندنا رأي إيجابي ورأي سلبي الرأي الإيجابة لإقبال الشديد على المعرض من الصغار والكبار أما الرأي السلبي إهمال الأطفال الصغار للكتب ورمي بعضها على الأرض بالنسبة للاكتراحات هنا يقول لك عمل معرض للكتاب داخل المدارس يناسب سنهم نكتب مع بعض التقرير أول حاجة هنا نقوله جاء اليوم الذي كنت أنتظره استيقظت باكرا وذهبت للمدرسة تجمع الزملاء وركبنا الحافلة وانطلقنا الساعة التاسعة صباحا وبعد ساعة وصلنا إلى معرض القاهرة للكتاب وأخذنا نتنقل بين الكتب المناسبة لأعمارنا وفي الساعة الثانية تناولنا الغداء ثم أكملنا جولتنا بين الكتب واستمعنا إلى المعلم وهو يتحدث عن أهمية القراءة ثم ركبنا الحافلة ورجعنا الساعة السادسة ما أعجبني في هذه الرحلة الإقبال الشديد على المعرض من الصغار والكبار ولكن كان هناك بعض الأطفال يرمون بعض الكتب على الأرض لذا أقترح عمل معرض للكتاب داخل المدارس يناسب سنهم وبكذا يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته